عيون هذه الطفلة تتحول إلى عدسة كاميرا تلتقط كل شيء من حولها وتخزن في ذاكرتها مشاهد قد ترويها لأطفالها يوماً إن لم تبتلعها الحرب فيما ابتلعت النزاع الشارس الذي انطلق بمظاهرات في حمى ليتحول إلى أعطى حرب في العصر الحديث لم يترك لسوريا الحضارة شيئاً من وجهها وأثارها وأسواقها ست سنوات من الاقتتال لم تفضي إلى شيء سوى أن رئيس النظام السوري بشار الأسد أصبحت له اليد العليا بدعم دول يصفها كثيرون بالمنتفعة من حمام الدم السوري الصراع بعد ما يكون عن النهاية بعد انقسمت سوريا إلى مجموعة من الجيوب يحكمها أمراء حرب وقيادات معارضة على ما تقول تحليلات الخبراء وفي حين لا يعتقد سوى قلة قليلة من المراقبين المحايدين بإمكانية انتهاء الصراع قريباً فلا أحد تقريباً يعتقد أن بوسع الأسد استعادة السيطرة على البلاد بأكملها كما أنه لا أحد يتوقع التواصل لاتفاق سلام فيما يبدو أن كل الأطراف الخارجية أقلمت مع بقاء الرئيس السوري ويتوقع الكثيرون على أحسن السيناريوهات هدنة تخضع للمراقبة لفترة طويلة من الوقت في مساحة كبيرة من الأراضي السورية التي تنقسم فعلياً بين القوى المتنحرة وخلال مفاوضات متقطعة دارت على مدى خمس سنوات بين الحكومة والمعارضة تحت رعاية الأمم المتحدة والولايات المتحدة وروسيا والآن برعاية روسيا وتركيا كان رحل الأسد هو النقطة الشائكة ولأن أصبحت سوريا تواجه وضعاً قد يشبه وضع لبنان في مراحل عديدة من حربها الأهلية من 1975 إلى 1990 عندما انقسمت إلى جيوب للميليشيات المتصارعة شهدت خلالها البلاد فترات طويلة من الهدوء على صعيد العمليات الحربية تخللتها حدث مروعة